فأولى الحاجات والمكتبة حضرتك لما أنا عملت جولة في المكتبة أول ما روحت بصراحة وحاسيت أنه المكتبة مظلومة في التعرف عليها بمعنى أنه الناس الأفكار اللي على المكتبة مشواشة في ذهن الناس الناس اللي بيضروها من بره عارفين قيمتها جدا جدا يعني لدرجة أنه كان فيه واحد من مؤسسة هتعمل عندنا مؤتمر يوم الخميس القادم هي مؤسسة اسمها أنا لند طبعا الدول اللي حول البحر المتوسط شمال وجنوب وهي بتعمل على اللم الدول والثقافة بتاعتها وإحنا المكتبة بتشتغل معهم يعني عملها اتفاقية معهم وهم بيعملوا المؤتمرات بتاعتهم عندنا فأنا قاعد أتكلم معايا عن المكتبة فبقول له دي مؤسسة عالمية قال لي لا هي مش عالمية هي سوبر انترناسي بنفس اللفظ كده هي أكتر من عالمية أحيانا لما أتكلم مع بعض الإخوة من مصر ناس كتير عارفين المكتبة وعارفين قيمتها وكده بس الناس كتير إما أنه هو مش عارف المكتبة بشكل دقيق يعني مش عارف تراصها وتاريخها ومش عارف أنها كتير جدا من الناس بيعرفوش أنها هي بنيت على مكتبة قديمة كانت موجودة في الأسكندرية في المتين قبل الميلاد وأنه كانت الأسكندرية دي إشعاع وكانت انتقلت إليها كل الثقافة بتاعت أثينا وكل الفلاسفة والمفكرين والعلماء بتوع أثينا جم وقعدوا في أسكندرية وكانت فيها حوالي تسعمائة يعني ما يقرب من تسعمائة ألف لفافة يعني ورقة برد يعنيهم بالقرب من مليون وحتى المكتبة الحديثة مصممة فيها حائط كبير كده في بيجين هولز كده في الفتحات كده يعني رمز للمكان اللي كانوا بيحطوا فيه كتب زمان كتب اللفاتات البرد دي زمان فمعض الناس بيتصوروا أنها مخزن كتب يعني عادي الكتب تسكندرية القديمة دي كانت لو صح التعبيره صحيح لو أنا غلطان بعرف دلوقتي أو بالعرف الحديث هي كانت جمعة كبيرة جدا ومركز معارفي عالمية طبعا لأنه إحنا في العالم القديم في مراكز حضرية كبيرة جدا كان من أكبر هذه المراكز في أثينا القديمة في بلاد اليونان هي اللي طلع منها سوقرات وأريستو وأفلاطون طبعا وطلع منها طلع من نفس بلاد اليونان الأسكندر الأكبر وغزى العالم كله وفتح دول كتيرة جدا جدا ويعني انتهت لما انتهت الحكم الأسكندر والإمبراطورية بتاعته بدأت فبدأت تظهر فترة في التاريخ بيسموها الفترة الهيلينية والهيلينستية اللي هي فيها حكم البطالمة فمصر كانوا بطالمس ففي الفترة دي بدأت اليونان مكانتها التاريخية تهبط وتظهر مكانها الأسكندرية فورست هذه الثقافة وبدأت كتير جدا من الفلسفة ينتقلوا إلى الأسكندرية وبفيها بقى علماء رياضيات وعلماء فلك وعلماء طبيعة وفلاسفة وكده واللي بيقرأ مثلا كتاب الدكتور حمد إبراهيم ربنا يديله الصحة أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية عن الأدب السكندري وبعدت فيه الفلسفة والمفكرين اللي كانوا موجودين في بلاد الأسكندرية بالواحد يعني فلان وفلان وفلان وحاكي القصة طبعا فيه كتاب مشهور جدا للأستاذ الدكتور العبادي اسمه مكتبة الأسكندرية وفي الكتاب ده حكي قصة بناء الأسكندرية بناء المكتبة القديمة وإزاي كان الحكام المصر في الفترة دي بعض من البطالمة كانوا بيهتموا بالكتب جدا لدرجة إنه فيه واحد منهم عمل قانون كده إنه أي مركب ترسوا في مدينة الأسكندرية بروحوا الناس اللي في المركب أي واحد معاه كتاب فبياخدوه منه وينسخوه ويحطوا فيه نسخ من مكتبة الأسكندرية ورجعوه له تاني يعني مش بيسيطروا عليه فتظل المكتبة فيها حالة تجادل ويظل المكتبة فكرة التزويد اللي احنا بتسميها دلوقتي لما بنزود المكتبة بمخطوطات جديدة أو بكتب جديدة فالمكتبة كانت مكان زي ما حظك بتقول كده فعلا زي ما تكون جامعة لأنها لم تكن فقط مكان للقراءة ولكن كانت مكان للتدارس ومكان للفكر وكانت الأسكندرية ظهرت فيها فلسفات وظهرت فيها أفكار وظهرت فيها آداب وظلت الأسكندرية بناء على هذا التاريخ القديم ظلت مكانا للتعددية الثقافية والالتقاء بين الثقافات المختلفة على مدار التاريخ كنت تجد حتى يعني في العصر الحديث بتاعنا يعني في القرن 19 وبداية القرن 20 كله كنت تجد الأسكندرية دي مليئة باليونانيين والإيطاليين والأرمان وفيها حدوقت قريب جدا يعني الثقافة اللي اسمها اللي اسمها الثقافة الكزبوبوليتانية الثقافة اللي بتندمج فيها وتنصهر فيها الثقافات المختلفة بحيث يفهم الإنسان أو يفهم نفسه أنه هو بني آدم فيه بوتقة كبيرة جدا وفيش تميزات لعلى حسب الدين ولا حسب العرق ولا حسب اللغة ولا الناس بتميز بعضها عن بعض ولا الناس بيت وإحنا لما نرى حتى السلاسية بتاعت براهيم عبد المجيد الأديب الكبير بتاعنا بنجد أنه بتحكي قصة الأسكندرية لا أحد يلان في الأسكندرية الأسكندرية بقى رونة بتاعها وبعدين بدأت تيجي طيور العنبر وبعدين بدأت في الآخر خالص الأسكندرية في غايمة يعني دخل فيها بقى طبعا وده كان في مصر كلها وغلاطة العربية كله الحركة المتطرفة اللي دخلت على العقل السكندري والعقل المصري والعقل العربي وبدأت تغذو فيه الأفكار المتطرفة المتعصبة اللي بتحول الكزمو بوليتانية أو تحول الثقافة الإنسانوية دي أو الإنسانية العميقة اللي فيها روح وفيها أخلاق وفيها حب وفيها تسامح تحولها إلى ثقافة جامدة وثقافة متصلبة غير قادرة على أنها تتفاعل مع العصر وغير قادرة على أنها تتطور واتخلي المجتمعات كلها تقف مكانها كده تتفرج والمجتمعات التانية ترغيب وأنها تستوعب التعددية وتستوعب الأفكار المختلفة يعني أنا حتى يمكن على ذكر ده برضو أتذكر رائعة داود عبدالسيد رسائل البحر آه بالضبط آه وتعملت فيلم كمان يعني كان هنا الأساس صلاح عبدالله يجسد منتهى الجمود ونمط الاستهلاك والنفعية المطلقة والنحية التانية آس الرياسين وبسمة وهم بيجسدوا منتهى الحالة الرومانسية اللي تبقى موجودة جوه الأسكندرية من اختلاف طريقة التفكير لاختلاف الثقافة الاجتماعية لاختلاف حتى الأدوات بتاعت إزاي بنقدر نتفاعل مع المجتمع ومع الحياة ومع مشكلاتها ده صحيح لأنه هو واحدة يعني نشرة المكتبة الحديثة يجب أنها تفهم بقى بهذا المعنى إنه المكتبة الحديثة دي مش مجرد مخزن كتب ده المكتبة الحديثة دي رمز لأن تستعيد الأسكندرية هذا النمط القديم وأن تصبح الأسكندرية هي بوتقة للتعددية والالتقاء للثقافات وكما كانت مصر كلها مش الأسكندرية فقط مصر كلها دائما حضرك عارف في التاريخ هي ملاز الناس اللي بيجوها من كل يعني ناس كتير جدا مطروضين حتى من بعض البلاد إلى الآن بتستوعبهم ويتم استدماجهم داخل الثقافة المصرية وكانت الأسكندرية نموذج مصغر لهذه المصرية يعني لو إحنا قلنا مصر كلها كده وخدنا كلام جمال حمدان بأنها يعني هي سرة العالم مكان في موضعها وموقعها هي المكان اللي فيها جغرافيا وتاريخ وسياسة لا يستطيع العالم أبدا أن هو يستغنى عنها ولا يستطيع العالم أن هو إلا أن هي تبقى ممر للثقافات وممر لتقاطع الأطر المعارسية المختلفة وفي ناس كمان بيكلموا حتى في العصر القديم عن فترة بيسموها العصر المحوري اللي هو الفترة قبل الميلاد بمئتين سنة كده كانت عملت فيها المكتبة ومبعد الميلاد بمئتين سنة كده كانت عصر كانت مصر بتلعب فيه دور كبير جدا جدا والفترة دي هي اللي ظهرت فيها حتى يعني كانت الديانات اللي هي الديانة اليهودية والديانة المسيحية الفترة دي ظهرت الديانة المسيحية وبدأت الكرابة المركوسية في الأسكندرية وكانت نشأة البترياركية عندنا في الأسكندرية في الفترة دي وحتى فكرة ضمار المكتبة القديمة زي ما حطك عارف عليها قصص بقى في ناس بتأتهم المسلمين وفي ناس إنما فيه وثيقة تم اكتشافها إنه البردية وموجودة البردية دي وعندنا صورة منها في المكتبة إن هي بتحكي قصة المكتبة لأنه كان فيه لغط كبير جدا حول تاريخ المكتبة القديمة فهذه البردية بتحكي تاريخ المكتبة وتقول إنه يعني ربما تكون تم تدمرها بلاء على الصراع اللي حصل ما بين الرومان والمسيحية لما المسيحية دخلت مصر في عصر الشهداء اللي أتكلمه كانوا بيكرهوا أي شخص بيعتنق الديانة المسيحية أو أي حاجة وفيه صراع كبير جدا ربما يكون في هذه الفترة ومن الصراع تم حرق المكتبة أو المكتبة أهملت ربما تكونش يعني أهملت واندصرت تحت هذا الصراع بس المكتبة استمرت يعني الحد حتى ما أصبحت مش بس الأسكندرية لكن أصبحت الامبراطورية ديانتها الرسمية المعترف بديها الديانة المسيحية في وقت الامبراطور قنستنطيني يعني استمرت ده تم ما كانش موجودة المكتبة أوي في الفترة دي لأنه ده تم في القرن الرابع الرابع قرن الرابع الميلادي يعني بقى إحنا كنا مر تقريبا كده على نشأة المكتبة أكتر من حوالي ستة كرون ولا حاجة فربما يكون كان باقي بعض الأشياء من المكتبة إنما طبعا حضاك أشارت البنوطة دي ودي هامة جدا في تاريخ أنه بعدما الرومان تصادموا صدام كبير جدا جات روما سقطت روما في القرن الرابع سقطت روما تحت زحف القبائل الغال وقبائل اللي جات من أوروبا وسقطت روما فكان ليس هناك من أمل عند الرومان إلا أنهما يستنجدوا بالمسيحية فقسطنطين ده بحضاك أشار تبنى المسيحية والبعض المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة الرومانية يعني أو للإمبراطورية الرومانية تاريخ القديم ده تاريخ جميل جدا وفيه حاجات كتيرة لدم تتقال بس وإنه لا أنا عايز أأكده بأنه اللي يفكر في المكتبة يفكر فيه ضوء هذا التاريخ يعني يقرأ هذا التاريخ ويقول أنه المكتبة الحديثة إنشأت لكي يعني تبقى مصر زي ما كانت في مكان بيديها هذه القدرة أنها تأثر في ثقافة العالم وتشكل ثقافة العالم في العصر القديم فهي لها نفس القدرة أنها تشكل ثقافة العالم في العصر الحديث ويمكن لمكتبة الأسكندرية طبعا بالتعاون مع المثقفين والتعاون مع كل المؤسسات الثقافية المصرية يعني أن هي تعمل رؤية للعالم لأن العالم اللي احنا فيه غير العالم القديم العالم المعاصر يختلف شوية عن العالم القديم العالم القديم كان امبراطوريات والامبراطورية دي بتبقى مكان مترامل أطراف كده كبير جدا ويبقى فيه دولة مركزية كده قابضة على الأمور وغالبا الامبراطورية دي بتبقى قائمة في يعني معظم سلوكها على الحرب والقتال والتصادم مع الامبراطوريات الأخرى إنما في العاصر الحديثة احنا عندنا دول عندنا نيشن ستيتس يعني عندنا دول أمم يعني غير والوحدة الأساسية في المكون الكون اللي احنا عايشين فيه هي الدولة الدولة الأمة طبعا وهذه الدول بالمنظومة التي عاشت فيها هي بحكم تكوينها منظومة رأسمالية يعني المسيطر عليها السوق الرأسمالي ومسيطر عليها المادة ومسيطر عليها طبعا منظومة رأسمالية والدول الغربية نجحت في السيطرة على العالم بهذا الشكل بالنظام الرأسمالي ده والعالم تحول إلى إنه هو عالم برضو يبقى فيه حروب كتيرة ويبقى فيه صراعات كتيرة وكل ما نتقدم إلى الأمام رغم إنه عندنا مثلا إعلان حقوق الإنسان وعندنا الأمم المتحدة وعندنا اتفاقيات كتيرة جدا بتدعو للسلام وعندنا اليونسكو وكل حاجة بس كل شوية الحروب بالزيد وكل شوية صراعات بين الدول بالزيد وكل شوية كمان الصراعات داخل الدول نفسها بالزيد فأصبح عندنا مشكلة العالم بيتقدم من ناحية الاقتصاد بس بيتخلف من ناحية الثقافة والأخلاق والجوانب المعنوية